في مزيج بين النمط العثماني التركي والنمط المغربي بنى أحد المحسنين مسجد الروضة بقرية الشبور بولاية برج بوري ريج مسجد أقل ما يقال عنه أنه تحفى فنية يجمع بين الأصالة والحداثة في هندسته المعمرية يتسع لأزيد من ثمانمائة مصلي بمبادرة من أحد المحسنين جزاهم الله كل خير جاءته الفكرة حتى يبني مسجدا هنا ويسمى مسجد الروضة تيمنا بالروضة الشريفة في المدينة المنورة هذا المسجد بني على الطيراز جمعا بين الطيراز المعماري المغربي والطيراز التركي داخليا طيراز تقريبا تركي كما ترون هذا المسجد ليست فيه أعمدة داخلية التي تحمل السقف كما هو معمول به في المسجد الأخرى وبالتالي يمكن لأي مصلي أن يكون في المسجد أن يرى الإمام المسجد يستعمل الطاقة الشمسية كبديل نظيف عن الطاقة الكهربائية ويحتوي على حديقة تحظى باهتمام دائم وتعد ملاذا للراحة للعديد من المواطنين وفي عندنا مساحة خارجية في الخارج يمكن أيضا للمصلين في أيام رمضان وفي أيام الصيف الناس يصلون في الحديقة الخيرفية حيث تفرش الزرابي والتبريد والتكييف كلها مركزية داخل مكتب الإمام لا أحد يستطيع أن يمسى قاطع من قواطع الكهرباء أو ينقص أو يزيد كل شيء يتحكم فيه من داخل مكتب الإمام مواصفات عالمية تلك أنظمة الصوت والإنارة وكاميرات المراقبة جعلت من مسجد الروضة نموذجا يحتذا به